هذا لكي نتكلم عنه من الشم أنا بالنسبة لي كشخص هذه المبادرة هي من نظام جزائري يعني مد اليد مد اليد حتى المعارضة اللي نسمها معارضة يجب إلي كانت هذه المعارضة حقيقة وعندها نوع من كما نقول المنطق السياسي يجب استغل هذه الفرصة استغل هذه الفرصة وتدخل وتعمل لأن المعارضة ليس الكلام في وصائل التواصل الاجتماعي ولكن العمل في الميدان يدخلوا ويعملوا ولكن ينفسد يواجه الفساد ولا شيء من هذا القبيل لأن الله تعالى ويشيقه في القرآن الكريم وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ الْنَاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضِ يجب أن يكون هناك تدافع من المستحيل يكون هناك قاعد برك ونستخدم مثلا عندك نظام يخدم عنده مؤسسات عنده مؤسسات كينا راه يشغل ملايين بالك حتى 5 ملايين 6 ملايين في القاعدة وانت قاعدة كيلنبرك يعني يشوف الجهد هنا من هنا الجهد راه يقدر بالملايين والأموال بالملايين والدولارات وانت من جهارك عندك مثلا باي فال المنطق هذا ما يستوعبوش إلا حبينا التغيير المعارضة للحقيقة إلا حب التغيير حقيقة يجب أن توافق على هذه تمشي في هذه المبادرة ومع الشورط الشورط يكونوا على الأقل يكونوا شورط يكون فيها مكاسب يكونوا يسمحوا لهم مثلا اقتصاد الحر يكونوا حبوا حتى النظام الجزائري ذكا صعيبة عليه باش يعاودي ينضب الاقتصاد لأنه عنده مخلفات كينا مخلفات كبيرة المؤسسة اللي راهي ضكرة صعيبة باش راهي كانت تمشي ببوتيرة وطارقة وأساليب والناس عندهم عشرة سنين وهم يمشون بطرق صعيب باش تعاود تبعثهم إلا كان من الممكن يتفاوض يقولهم اسمحوا للناس المستثمرين ولا الناس اللي عندهم مشاريع ولا الناس اللي عندهم مشاريع حتى يكونوا عندهم يجيبوا تقنيات جديدة من الخارج وعندك كافرات كبيرة أخي أنت عندك فكرة على هذا الموضوع أو لا ولو الموضوع هذا تعال تعال هذا انت تعلم شملة اللي رنست حتى لي عندك فكرة عليه كينا فيها مبادرة كينا فيه بنود كينا فيه أرضية عندك فكرة على الموضوع عندي فكرة فقط أنا فكرة سمعت واحد يتكلم هو من الجزائر يتكلم سوى أكيد أنه يتكلم موش يتكلم يعني موش يتكلم الرأسه يعني موش يتكلم الجزائر هو إعلامي على كل حال فيصل كرتوش هو على كل حال ومش يتكلم موثوق مئة بالمئة موش يتكلم كيف أنت تبني على موضوع ما عندك شعلي حتى فكرة كيف أنت تبني على دخلوا ثانية كم معارضات يدخلوا مثلا هذه صونية هذه صوفيا هذه معارضة ما عندك شكرة على الموضوع الأخ الأخ أمس أخي أستطيع أن تعمل الكاميرا أخي أستطيع أن تفضل أخي أستطيع أن أخذ الكلمة ونأتي لك الأخ كريم أخي أستطيع أن تتكلم مبادرة على الموضوع أصبر أن أفتحوا كل الميكروفون بالفضل الموضوع أنا جاءتني موكالمة طويلة ما موضوع بدأتوها لا الموضوع اللي كانت تكلم عليه الأخ أنس قال لك قالوا لك اسمه لم الشمل قال لك فيه مبادرة على لم الشمل قال لك المفترض هو أنه يستغلوا هذه الفرصة على جل بش يعني يساهموا في فيلم الشمل هذا الشي اللي يقولوا ولكنه ما عندوش ما عندوش حاجة على الموضوع يعني ما عندوش إلمام بالموضوع تكش ما عندك فكرة حول الموضوع بطبيعة الحالة نحن نتبعين الموضوع بحذف 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 لكن فيها قبل من لم الشمل على كل حال مع من ما الذي سوف نتفرق في الشمل هذا يجب أن نعرفه كما قلنا المصطلحات يجب أن تكون واضحة أعلم لم الشمل بين من بين من ومن بين من ومن هذا يجب أن نطرح السؤال إذا كان بين السلطة والمعارضة من هي المعارضة هذه إذا كانت كانت معارضة على كل حال إذا كانت بين السلطة أو بين المعارضة في الداخل والخارج يجب أن نذكرها كما قال قبل أن نذكر هذه المصالحة أو تسميها أو تسميها أو تسميها في كل حال نظام مصطلحة جديدة من الوئة من المصالحة الجزائر الجديدة هذه المصطلحات كل واحدة سهلة الأخرى فقط لأنه المصطلحات التي كانت قبلها نقول لنا بعد الحراك كما يقول الأخ بعد الحراك هل السلطة سمعت المبادرات بصلاة أثناء الحراك على الأقل هل درستها هل تناقشتها مع الناس هل كانت تسمع للشعب هل كانت تسمع للمعارضة يعني رغم أنها المعارضة لا تكون صائبة دائما لكن على الأقل يكون كين حوار يكون كين نقاشات نقاشات سواء عالانية أو سرية هذا ما كانش ما نشوف فيها في أرض الواقع نحن من المفروض أنه بعد الحراكة تنتج طبقة سياسية جديدة على كل حال حتى تكون ما عندهاش خبرة لكن تترك لها المجال ممكن ما عندهاش الخبرة هذه كيما قلوا اليوم تصيب وغدا تخطئ ورحا وممكن في الأخير رح تكون عندنا على الأقل نخرج من التهريج السياسي ما كانت موجودة من قبل أصلا من الفيلم من قبل كانت سبعة وخمسة اثنين وسبعين حزب لم يكنوا أيضا لكي تجميلهم كامل لم يكنوا على أربع أحزاب أصلا تطلق عليها اسم الممارسة السياسية كانت كامل تهريج في تهريج الأخ يقول لك دخلت المعارضة وبعض الوجوه معارضة من الخارج لماذا لم تتعطى الاعتمادات للأحزاب التي تضعوا الممارسة السياسية؟ ما هو السبب؟ الناس كانوا من الداخل وعندهم نظيف وفي المستوى لم يكن لأحزاب جديدة لم يكن لأحزاب جديدة هنا يجب أن تكون معارضة ويجب أن تخضع إلى شروط السلطة ويجب أن يرضى عليك حتى مثلا نرى الانتخابات الجديدة بالنسبة للمجالس الشباب مجلس الشباب ومجلس المجلس مجلس الأمة مجلس الأمة الناس الذين جاءت في مجلس الأمة منهم الذين كانوا في مجلس الأمة نرى الثلاثة الرئاسة الثلاثين أخرين وراءهم التقنقرات كامل تجدهم مواليين أو كانوا عندهم ماضي كما نقول سواء في اللجان المساندة لم يكن هناك معارضة مثلا لا نقولوا معارضة على الأقل كانوا أحيادين عندهم مثلا لذلك نرى اللم الشمل يجب أن نفهم بين من اللم الشمل حقيقة لا أعلم هي المصطلح باهي وبراق لكن المضمون الله أعلم هل مثلا مثلا أخ نوردين هنا في الخارج أعطاه أيضا لك الأخ نوردين لم يكن الشمل معك هم 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 يبكي و هم يضحك هذا وش نقول سوف الأخ سمحني براك للأخ لنأخذ كلمة براكم بعد نعود لك الأخ كريم سوف نقول لك الأخ أنس المصالحة والله لم يشمل هادو هادو ميجوش بقرار سياسي هادو الإنسان اللي فكر أنه المصالحة والله لم يشمل هوا قرار سياسي هذا ما عنده حتى قرار من تأفهمه في رسوله لم يشمل هذي ثقافة والمصالحة ثقافة ما تقدرش أنت تفرضها بالقوة تتقول الوحد اسمع أبطه 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 وما زيش تتعلم في مكاه زيش تكلمه زيش تكلم السياسة خلاص لم يشمل لم يشمل لعن بليس لم يشمل هذا هو أنك أنت تتحاور مع الناس تفتح أنت حوار هذا يمد والأخر يمد وأنت تأخذ والأخر يعطي والأخر كذا تلتقي الناس حول خطوط عريضة تكون عبارة أنت ثقافة يعني تأتى أخي وأنت أتسامح والناس فيما بعد أنت واحد أنت أنت غالط في حقه غالط في حقه تنتظر منه حتى يأتذر لك أعطني ورقة وسنيلي فيها أو أنت غالط في حقه أنت ناس أنت واحد أنت إنسان جامعي وأستاذ جامعي طعا ما هو وأستاذ جامعي بقيمته بكذا 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 تجي أنت تحط أنت إرهابي لم يشمل لم يشمل المعامل مع شعب الموزنبيق ما شيطان خلالك فرقوا شمال فرقوه شعب شعب فرقوه شعب قسموه فرق شمال حوار وكون فيه حوار صريح شفاف صادق وتكون نوايا صادقة من كل أطراف ليس كم يرفض هذا لم يرفض هذا ما يرفضه وغير الشيطان الشيطان فقط يرفض الشمل لكن لن تديروا نرى بعض المكالمات من العملاء نستطيع أن يفعله لهم هل يمكنك العلقة بسياسة نرى أن هناك ناس ممنوعين من التحرك و التعبير و قنوات مغلقة أمامهم ترشيحات مغلقة أمامهم كأن الناس الذين رحموا طردين من العمل ناس رحموا في السجون لن تدير هذا لن يجب أن يفتح حوار إذا كان الناس رحموا هما توجهوا في هذا التوجه يا أخي يقول لهم بارك الله فيكم وتفضلوا أنا شخصي أنا لا أعتبر نفسي من هذوك الناس والله يا سيدي ما عليش أنا قولوا ووش بغيتو لكن تمشي الناس في الاتجاه صحيح فهمت إحنا ذوكا كنت الشيشي اللي راني نسمعه فيه راهو السيسي راهو يتكلم على مصر الجديدة وراهو يتكلم على حوار بدون إقصاء وبدون تهميش نفس المصطلحات اللي كنا نستعملوا فيها حتى راهو ذرك هذا قيس سعيد راهو يحل البرلمان راهو يتحدث إلى تونس الجديدة وتكلم على حوار بدون إقصاء وبدون تهميش ولكن كينين كما ذوك تعالنا هذوك الإرهابيين وهذوك لازم نحيوهم واسمه كيف كيف في مصر الجديدة هذي مصر الجديدة أنتوا عن الإخوان هذوك هذوك الإرهابيين هذوك لازم نحيوهم وفي الجزائر كيف كيف فهمت أخويا فهمونا ترى فهمونا ترى في هذه الجزائر الجديدة إحنا الجزائر الجديدة التي نؤمن بها هي الجزائر التي لا إقصاء فيها تقول لي بللي رهم كيني الناس رهم هما يتجرون بالإسلام نعم كيني الناس رهم يتجرون بالإسلام ولكن في المقابل كيني الناس رهم يتجرون بالتاريخ وهم أبناء خوانة وأبناء حركة كيني الناس رهم يتجرون بالوطنية وهما ناس خوانة وعمل ها المتجرة هذه مش فقط غرب بالناس اللي را همدركوا ما عندهم توجه إسلامي تلتقي الناس على خطوط عارضة وفق حوار الناس تحترم بعضها فهمت ورا هذوك عنده فرصة هذا التبون عنده فرصة عالجل باش يخرج يخرج ويخلي بصامات الشي اللي را هو يدير فيه الآن هو مشاريع انت ابو تفليقة ورا همدركوا ووظف في خلال كذا مع فقدان ألف عام اللي را همدخلهم مشاريع ابو تفليقة كانت جامدة من الذي جمدها شكون اللي جمدها شكون اللي جمدها احنا نحوسوا على هذا اللم الشمل لكن يكون نرى نقلت لك ثقافة هذه مش انتا قرار سياسي تعبك انتا قال دخل البلاد لا هنا نعجو الله ها يالوا دخل البلاد احنا راني نحوسوا انا كون جينا نفكر في رواحنا الواحدة مطفي الضوء على روحه يوكل وراه يشرب وراه كيما الناس راح دير فيها مشروع على روحه وراه ليه في البلاد عليها نقرج انتا تروح انتا واسموا حياة كامل وانتا تتمر مد انتا وانتا تجي باسبور انتا حكم باسبور انتا حكم باسبور وراه تطفي الضوء على روحه يوكل وراه جيك انتا حكم دارك واشي همك انتا ودي الناس راح التاجر وديه اه 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 لا 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 ميش احوسوا هنا على ها على هذا ils راح نحوسوا البلاد كين تحثو هنا ذوك حنا الاخو والله واشي احنا جادي انا انا انحيني مالله ليس michi مالله ليس خمم على الاجيال خمم على الاجيال حنا نحوس على هذي التسامح وانتا الاخوة حتى باش ما تترباش هذه الاجيال على احقاد والذغائي نهار انا شفنا احقاد والذغائي مش الدير شوف سوريا تحرقت احنا ما نشحبين اراها صارت محرقة في البلاد والناس ما زال متعالجتش وناس ما تكلملهاش ما تكلملهاش على المأساة ما تكلمش تسكت تاهاك شوف يصرع حاجة يقلبو الدنيا ها ومن بعد انتم ما تكلمش انت او هادو كمو مش باشر والله اخي رحم بشر تتحكي انت تاريخ تاريخ على ما قبل ميلاد سيدنا عيسى احكي عليه تاريخ الناس شوف في عيني ناس تزور في التاريخ قدام عينينا يا صاحبي حابين عدالة حابين دولة انت حق حابين دولة وان انه يفرح فيها الجزائري ويعس يحس باللي يراه عزيز مكرم في بلاده ما ناش حابين انت هذي تعت بالعيط هذي انت شو من ناس من معارضين واحد منهم ولا يوم ادخل في حزب سياسي ولا ناظر دي انت تحطو انت من المعارضين حزب سياسية دجنوها حزب سياسية كيني الناس اللي رامهما ظهروا في هذه الحراف وظهروا باللي عندهم كفاءات وقادرين هم يقودوا احزب سياسية قادرين يوصلوا البرلمان وقادرين يسيروا في البلاد ممنوعين من نشاط سياسي وتكلم لي انت قانوات ان يشوفوا فيهم الناس اهل الرذيلة مفتحت لهم الابواب وقاعدين يمرسوا في العهر وقاعدين يدمروا في اسر ويدمروا في مجتمع الابواب مفتحت لهم والناس اللي رامهم يدعيوا الاصلاح ويدعيوا الكذا الناس مكمت لهم الافواهم تحمل قوغر فيسبوك واليوتيوب اللي راموا قادر يتكلم اغلبهم راموا من الخارج راموا يتكلموا الناس راموا الداخل قاعدة تفرجوا ساكتا تقول لي انت يا تحوس انت على المشمل لمن الشمل هذا هراني يقلنا ونعودوا نكرروا حرانا تكلمنا عليه حرانا تسموه رامواقي للاخ كريم راموا كان حاضر معنا تكلمنا عن الموضوع هذا راه موجود تكلمنا عليه عنده شهرين من اللي تكلمنا عن الموضوع هذا راه نعم مقال مالشمل ولكن لم الشمل هذا ما اigntyع قرار سياسي هذا لازم له ثقافة الثقافة هذه ما تجيش بالبيانات ولا تجي بالها هذه لازم تغرس هذه الثقافة وما تجنيش انت في تمرتحه الان هذا لام الشمل هذا تضبق مثلا بين رجل ولادوا اه واحد نقوله مثل تهوش ووو المرأة نتاعه وطلقه هاي صار طلق بيناتهم يدخلوا طرف ثاني الناس اللي رمحبين هم يلموا شملت على عائلة يحكموا المرأة قال اودي لعني بليس وانت يا والله العادي مراجل الكراه انسان ملاح وانسان خدام على روحه وانسان ولد فاميلا وراكي ما تجد يش تلقي كيفه ركذاك 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 ها والراجل كيف كيف يروحه ليه قال اودي لعني بليس انتان المرأة انسان خدامهم ولا تذراع وفحلا وكذا 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 ورعوا عندكم ولاد بيناتكم ورعا وكذا نتخمن في مستقبل ولادك وكذا 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 يدخلون ناس اهل خير هكذا بيناتهم ومن بعد على جلبة شوما يصلحوا بيناتهم انتارك لميتش من العائلة هكذا تذكع وكما كان يقول لك الاخ عزدين شكون هما هاد الناس اللي انترح تلمهم شكون ها شكون هما هما هاد الناس اللي انترح تلمهم يا اخويا لم يشمل لم يشمل لم يشمل اذا كان ذك انت تحوس على لم يشمل شكون هما هاد الناس اللي انت رح تلم يشمل معه الناس لا اعتقد هو انه واحد جزائري اصيل جزائري اللي يحب بلاده يرفض هو انه يكون هناك لمن شمل مستحيل اللهم الا اذا كان انسان راه مرتزق ولا عميل ولا خائن ولا كذا لكن انسان ابن اصل وراه هو يخمم في البلاد ولكن كما كنت نقول لك يكون وفق انتع ثقافة مش انتع قرار ثقافة وثقافة ما تجنيش ثمارها هكذا يعني يكون حوار ومن بعد الناس قالوا دي البلاد راه في خطر لس تتفهم مع بعضها قال البلاد راه في خطر قال البلاد راه في خطر قال البلاد راه محتاجة علاج لباش تكون هناك وحدة محتاجها واسمها ورهم كين اعداء اللي رام يتحرشوا بنا كين ثورات راه تدور البلاد راه مهددة راه كين هناك اطماع كين مؤامرات كين كذا كذا يالله روح احنا نتعاون وعلي جل باش نخدموا بلادنا دون غضر ودون كذا تحشروا مننا وقاعد تتعسلوا وقاعدوا بلادنا دماغ وقاعدوا بلادنا راه نوردين قضية اللم الشملة وانا نتكلم بكل صراحة راه ما كان حتى حاجة لما تشمل الجزائريين منذ الاستقلال يعني الطورات لما تشمل الجزائريين والشيء الثاني لما تشمل الجزائريين هو الحراك فقط يعني تشوف من كل فئات المجتمع من كل الاعراق من كل الفصائل من كل اصناف يتلموا مثلا نهار الجمعة ويسيروا مع بعضهم معلش الشعارات تكون مختلفة لكن تشوفهم على قلب رجل واحد يعني في التسير في الأمور تشوف الأخوة بين بعضهم تلقيهم يعني هذك كم نقول لحنا الوقت الوحيدة تلقيهم شم الجزائري لو كان كان يزيد كما قلت انت يا يتنظم ويزيد يكون عنده ناس يعني نخبة تكون تأطرب وكانت ما يكونش فيه مثلا هذه قضية ترفض التمثيل ورفض التنظيم ورفض التأطير يعني كان يكون ميهالي وممكن كنا صح ننقذ الجزائر ورانا نتكلم في مواضيع أخرى الآن ما نتكلمش في الأمور لا نتكلمش فيها ممكن رانا نتكلم في التطور في النهضة الصناعية في النهضة العلمية في النهضة الثقافية رانا شيء آخر يعني كما قلوا الدولة فرانا شعب واحدة نتكلموا الآن كما قلت انت يا نتكلم أرواح أخا وأرواح وكذلك نتكلم في الأخوة هي الأخوة أصلا نبتها فينا منذ ذلك مثلا أنا أنا البارح كنت في تيزيوزو نحس في روحي في باري ونتكلم مع أخوتي ثم في تيزيوزو كيش ورح نتكلم مع له نروح للجنوب كيف كيف نروح للشامل كيف كيف نروح للأخوتي في أقصى الشرق كيف كيف في أقصى الغرب معا نعمة رانا ملمومين والحمد لله نظرك أنا كان إذا كانت مثلا باش نتافق مثلا هذه القضية لما الشامل نتافق أننا ننولي على كما يقولوا قلب رجل واحد باش نطوروا البلاد وباش مثلا نروحوا البعيد هذه ما يعرضها حتى إنسان عاقلة على كل حالة إلا الخائن ولا إلا عنده في قلبه مرض ما أما إذا كان مثلا أرواح قلاش أخرى كيف يقولوا ترمبيلي والرمبيلي من تحت وتحت 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 انتهي المهم تسكت وكما تمضي على باياض وما تتكلمش من أجل المصلحة العلية للبلاد وكذا 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 وممنوع تعرض وممنوع تقول شيء ممنوع حتى في ساعة ها ها قدت أخر نعم كنت لك يعني هنا أنا أنا ندمتها دائمًا لما نرى مثل الصحافة الحرية لما تشوف صحافة الحرة نعم 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 شوف روح تشوف القناوات شوف الصحافة كيف المواضيع التي تتكلمون فيها لم يكن ممنوع النقد لا يمكن أن ينقضوه مثلاً ظاهرة مثلاً خطأ مثلاً دارت السلطة لا يمكن أن ينقضوه مثلاً ظاهرة مثلاً غريبة لا يمكن أن يتكلم عنها وتجد التبرير تبرير في أمور أخرى ما عندها حتى معنى ويجيبوها في النشارات وره لم يشمل وره لم يشمل ترى مثلاً أن الناس تتكلم عن رفع الأسعار ولا يمكن أن يعالجها من المنظور كما قلنا نحن علمية ولا ترى مثلاً صحافة الاستقصائية ترى مثلاً تبحث في ندرة المواد الأولية تبحث صحة حقيقة لا يشارك تقول أنت مثلاً ندرة في ضربة الأموال تقول أنت شيخ مولا سبعين سنة راح يخرج مليار لا يشارك يجب أن نعاجل المشاكل معانجة واقعية علمية من الميدان لا يجب أن نهرب من الواقع على أساس أن نحل المشاكل لا يشارك قضية للم الشمل نرى هرب إلى الأمام فقط لا يمكن أن نكشمها هذه القضية رب حلوة أنا الأخي أسدين هي شوف نقول لك هي إذا كان راها هي مبادرة فأني قلت لك لازم لها ثقافة أما إذا كانت هي عبارة عن قرار قال مثلاً بمناسبة خمسة جويل يا راها رايح تكون قراس أنا ما ننتظرش أنه يشتبون أنها يعفية عليا أنا لست مجرم أن أعلى جلب الشيء يعفية عليا نتبون موسيقى موسيقى